بسم الله الرحمن الرحيم. الله مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد. هنعمل التين البرشومي. هنعمله مربطة بحبات كده المربطة او للحاجات اللي هي بتبقى مش محتاجة اللي احنا نقعد بها كتير. المهم عشان التين بسريع البوازان يعني ممكن نعمل الطريقة ديت بتبقى حلوة وبنتغلف بها التين. بنخسر التين كويس وبعدين بنحطه في الحلة اللي احنا هنحط فيها. عشان دي اللي حط في النار يعني هنخدخلها النار. واجي التين اهو بعد ما اتغسل. هنحط بقى سكر هنعملها بالسكر الدايت النهاردة. ايه طبعا التين مش محتاج سكريات كتير لان هو اساسا طبعه حلوي يعني. ادي السكر الدايت من كم كده باكت من دولة كده هنفضيح عليه. ونحط كم مربعة كده من السكر البني. بالمنظر دوت اللي احنا شايفينه بنحطه. ونبتجي بقى نحطه على النار. هلع النور عليه كم مكعب بني اهو. ونغطي بقى كده ونحط ايه على النار. نقلب شوية وبعد كده نحطه على النار عشان ياخد بيت لان مش محتاج نبيت بقى في السكر. اه بنتطلع بقى كا زي اي مربعة بنتطلع الريمة. ايه مبتعملش ريمة كتير عموما ان ايه مش هقعادها كتير في. مش هبيتها في السكر والحاجات دي. مبتعملش ريمة كتير. ايه دوباك غلوتينا على فكرة وخلاص يعني. عشان تطلع الحبة بحبيتها. والدي بتبقى عشان تتنكر في ساعتها يعني مش هنه مبتعملش كتير عموما. وبنحتاجها بقى ممكن تحطها في اي حاجة انتو عايزينها الكيكل اي حاجة يعني من الحاجات الحلويات دي. ونحط تلاتة اربعة قرون اللي هي الحبات القرونفل. ودي الغلوة كده. هي على فكرة نكلتها كده كان في مرسي متروح كان جميلة كده. ممكن كده كفاية. واقوم بل احنا بمسيبها بقى شوية هي. عسيبتها شوية على النار. تشرب شوية من المية بتاعتها. وبردك الحبة بحبيتها هي موجودة. وبنحطها بقى في البرتمان. البرتمان ليش والبرتمانات ما عندناش كان الحاجة الصغيرة. كان كله مليان. اللي طلعنا للبرتمان دوت. آآ طلع كبير شوية على حاجة. بس مش مشكلة. المهم من اللي احنا نحط في اي حاجة علبة برتمان اي حاجة. والقرومفل طبعا عطيه للطعم جميل قوي. وريح حلوة للمربط يعني عموما. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة سوسو. قناة منزلية بسيطة وانيكة. ولتقابل على فيديو جديد ان شاء الله بصحة وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالفهنة للا حيجربها ان شاء الله هتعجبكم.